الحمد لله الحمد لله الذي أعلى مراتب العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العليم الخبير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير أمره مولاه بطلب الزيادة من العلم فقال قولا كريما وقل رب زدني علما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله ويا أخوات في الله فأصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يقول الحق عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أيها المسلمون والمسلمات لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماما بالغا لأنه سبيل معرفة الله تعالى وتوحيده وعبوديته ولأن العلم أساس نهضة الأمم وتقدمها وحضارتها وهو سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة وليس غريبا يا إخوان في الله ويا أخوات في الله ليس غريبا أن تنزل أول آية أول آية من كتاب الله عز وجل تدعو إلى العلم والمعرفة وتنوه بقيمة القراءة لأنها أعظم الوسائل أعظم وسائل اكتساب العلم فقد قال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إنا مفال الوسائلة وهم اريد أن انا أ Blindps أ假 surgery أرح Belle بدأ الله سبعانه وطعالا وسائل يعيش constitße أعرف كلام سعادة القراءة وتآolare يعطى الله و blank corrid سขل ما يط benef περιités و منطبيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فقال قولا كريما نون والقلم وما يسترون وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وجعله طريقا إلى الجنة فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ألا فهني أن ألا فهني أن أهل العلم بهاذه الويراثة شراء ورثة الأنبياء شراء ورثة الأنبياء certes الله سبحانه وتعالى أجرى par la plume et ce qu'elle écrit الله dit dans le Coran dans ses sens نون par la plume et ce qu'ils écrivent par la plume et ce qu'ils écrivent notre prophète صلى الله عليه وسلم nous a incités à apprendre la science et nous a informé que la recherche de la science mène au paradis elle mène au paradis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui emprunte un chemin celui qui emprunte un chemin pour apprendre une science الله lui facilitera un chemin vers le paradis الله lui facilitera un chemin vers le paradis et les anges déposent leurs ailes sur l'étudiant par agrément de ce qu'il entreprend tout ce qui est sur la terre et le ciel même les poissons au fin fond de la mer demande à Allah le pardon à l'étudiant demande à Allah le pardon à l'étudiant et le prophète صلى الله عليه وسلم continue en disant la supériorité du savant par rapport au dévot celui qui adore beaucoup Allah est telle la supériorité de la lune par rapport aux étoiles les savants sont les héritiers des prophètes et certes les prophètes n'ont légué ni dinar ni dirham mais bien la science mais bien la science celui qui l'a saisi aura saisi une grande part de bien celui qui l'a saisi aura saisi une grande part de bien fin du hadith donc quel bel héritage mes chers frères et soeurs quel bel héritage pour ceux qui recherchent la science معشر المسلمين والمسلمات وقد بين القرآن الكريم مكانة العلماء مكانة العلماء ومنزلتهم قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وجعل الله عز وجل هذه الدرجة لهم دون غيرهم فقال عز وجل قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابِ chers frères et sœurs le Coran a montré la valeur des savants a montré la valeur des savants Allah dit Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir et ceux qui auront reçu le savoir les hauts degrés des savants leur sont particuliers car Allah dit dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas seuls les doués d'intelligence se rappellent seuls les doués d'intelligence se rappellent عِبَادَ اللَّهِ ها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصور مكانة العلم والعلماء يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير يصلون على معلم الناس الخير وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم العلم النافع دائم الثواب مستمر الأجر ولو بعد موت صاحبه فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أرادا بِعَبْدٍ خَيْرًا رَزَقَهُ الْعِلْمَ النَّافِع فقال صلى الله عليه وسلم من يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين وَإِنَّ الْعِلْمَ بِتْتَعَلُّمْ وَإِنَّ الْعِلْمَ بِتْتَعَلُمْ Chers serviteurs d'Allah voici donc notre prophète صلى الله عليه وسلم représentant la grande valeur de la science représentant la grande valeur de la science des savants et de ceux qui enseignent il dit صلى الله عليه وسلم Allah et ses anges ainsi que les habitants des cieux et de la terre jusqu'à même la fourmi dans sa fourmilière et les poissons invoquent pour ceux qui enseignent le bien aux gens invoquent pour ceux qui enseignent le bien aux gens aussi le prophète صلى الله عليه وسلم a rendu la récompense d'une science utile perpétuelle a rendu la récompense d'une science utile perpétuelle même après la mort de son auteur même après la mort de son auteur le prophète صلى الله عليه وسلم dit à cet effet lorsque l'un d'entre vous meurt toutes ces actions cessent toutes ces actions cessent sauf dans trois choses sauf dans trois choses une aumône courante ou une science utile dont on tire profit ou une science utile dont on tire profit ou un enfant valeureux qui invoque pour soi ou un enfant valeureux qui invoque pour soi enfin le prophète صلى الله عليه وسلم a indiqué que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour une personne veut du bien pour une personne il lui fait comprendre la religion il lui fait comprendre la religion le prophète صلى الله عليه وسلم dit justement à cet effet celui dont Allah veut le bien celui dont Allah veut le bien il lui fait comprendre la religion et certes la science viens t'en apprenant اقول قولي هذا وستغفر الله علي ولكم وليسائر المسلمين فستغفروه إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الحمد لله الحمد لله العليم الحكيم القائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن هذه الآيات والأحاديث تدفعنا وتحفز هممنا لطلب العلم النافع لنا ولأبنائنا كما كان أجدادنا من العلماء السابقين الذي كان لهم السبق الذي كان لهم السبق في كل ميادين العلم والمعرفة في شتى العلوم فكان منهم الإمام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله في علوم الشريعة وكان منهم ابن النفيس في الطب رحمه الله تعالى والخوارزمي وجابر ابن حيان في الرياضيات رحمهم الله أجمعين ومئات العلماء مئات العلماء مئات العلماء الذين برعوا في كل العلوم الذين برعوا في كل العلوم وملأوا أطباق الأرض نورا وعلما نفع الله به الناس أجمعين نفع الله به الناس أجمعين فيا أبناءنا ويا إخواننا ارفعوا رؤوسكم فخرا بأجدادكم العلماء وكونوا مثلهم فإن التشبه بالعلماء فلاحوا فإن التشبه بالعلماء فلاحوا اللهم ارفع مكانة من أجلال العلماء واحترامهم وعرف حقتهم مشاهدوا أجمعين craignez donc الله سبحانه وتعالى craignez donc الله سبحانه وتعالى et apprenez votre religion apprenez votre religion et apprenez toute science qui vous sera utile dans cette vie et dans l'au-delà apprenez toute science qui vous sera utile dans cette vie et dans l'au-delà et qui sera utile à votre société et à votre communauté les versets et les hadiths que l'on vient de citer ne peuvent que vous inciter à apprendre ne peuvent que vous inciter à apprendre et à accueillir la science comme étaient nos pieux ancêtres comme étaient nos pieux ancêtres nos pieux ancêtres savants qui ont permis aux musulmans d'être les précurseurs d'être les précurseurs de multitude de science de multitude de science on peut citer l'imam abou hanifa l'imam malik l'imam shafiri l'imam ahmad dans les sciences religieuses mais aussi ibn al-nafis dans la médecine mais aussi jabal ibn hayyan par exemple dans les mathématiques et des centaines et des centaines et des milliers de ulamas et des centaines et des centaines et de milliers de savants d'islam des savants musulmans qui par leur science utile ont illuminé leur époque alors que leurs voisins vivaient dans les ténèbres alors que leurs voisins vivaient dans les ténèbres chères jeunesses musulmanes chères jeunesses musulmanes soyez fiers de l'héritage de vos savants musulmans soyez fiers de l'héritage de vos savants musulmans et tentez au moins de leur ressembler tentez au moins de leur ressembler car leur ressembler est un succès assuré bi-idhnillah sa unhi bi-idhnillah ma'chara al-muslimina wa al-muslimat sa unhi hazihi al-khutbah ma'a ba'di al-nasa'ih ma'a ba'di al-nasa'ih lil-walidayn ta'lamoun ikhwani fil-lah wa ya akhawati fil-lah anna l'amad dirasi سيبدأ بعد قليل بإذن الله وأن كثيرا من المساجد تتيح لأبنائنا ولأطفالنا الفرصة لتعلم اللغة العربية وأساسيات ديننا والقرآن وأكثر من ذلك ولله الحمد وأكثر من ذلك ولله الحمد استفسر يا عبدالله استفسر من المساجد وسجل أبنائك سجل أبنائك عندهم لينال هذا التعليم النبيل أيضا إخواني في الله ويا أخوات في الله أنتم على علم بأن المدرسة العامة توفر فوائد كثيرة لأطفالنا في تعلم القراءة والكتابة والحساب والتاريخ والجغرافية والثقافة العامة وغير ذلك ولكن كل أب وكل أم مسؤول عن طفله كل أب وكل أم مسؤول عن أطفالهم فانظر وراقب فانظر وراقب ماذا يتعلمون لتشجعهم على الإتقان لتشجعهم على الإتقان وتتحقق ماذا حصلوا من علم فإن كان مخالفا فإن كان مخالفا لقيمنا الإسلامية فوجهوهم يا إخواني في الله فوجهوهم نحو ما هو أفضل ولا سيام في مجال الإيمان والأخلاق والقيم في مجال الإيمان والأخلاق والقيم وفقكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من ذرياتنا طرة أعين إنه ولي ذلك والقادر عليه مشارف خيرزيس سور جو ترمي نغيس سرمان بإذن الله بإذن الله بإذن الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وسائر الصحابة أجمعين ونحن معهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين واغفر ذنب المذنبين اللهم اغفر ذنب المذنبين اللهم اقددين المدينين اللهم اقددين المدينين اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون